السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إن كل ذكر فاتحة رحم يدعى قدوسا للرب هنا بأيام النبي موسى كان في شريعة بتقول إنه ممنوع المرأة من بعد ما تولد بدأ أربعين يوم تحتى تنظف تحتى تطهر بسموها تقدر تفوت على الهيكل كان في خيمة الاجتماع من زمان أو اللي بعدين صار الهيكل ممنوع تفوت شريعة هيك بتقول قبل ما تخلص العدة تبعيتها اللي هي بعدوها أربعين يوم تتنظف وكلمة إن كل ذكر مفاتحة رحم يدعى قدوسا للرب لأنه كل عائلة يهودية كان أول ذكر منها يعني الأول بهذه العائلة بده يكون هو مقدس للرب أي مكرس للرب وكل من يتقدم إلى الله يصبح مقدس أي مثل الأوان المقدسة الهيكل المقدس خيمة الاجتماع كل إنسان بيخده مقرب كان يعدو أن هو مقدس أو بقدم كان بدل عنه ذبيحة وكفارة عن هذا الإنسان اللي الله بيطلبه أساسا تحتى يكون فاتح رحم لو كان عنده 11 خي أول ولد بدأ اسمه فاتح الرحم مثل ما مكتوب إن كل ذكرين فاتح رحم لو كان عنده 11 خي ولو ظل وحيد اسمه البكر واسمه فاتح رحم يعني لو كان ما عنده أخوة بيسموه فاتح رحم والبكر أو كان عنده 11 خي أول ولد هو البكر وفاتح الرحم كما هو مكتوب بنموس الرب ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في نموس الرب زوجة يمام أو فرخي حمام بقدموا أخوتي زوج اليمام والحمام نعرف نحن أنه اليمام بيضل بين العالم وبيعمل ضوضاء كتير وهيكي بيصير كأنه عيب يبشر الناس هنا كمان نشوف أنه ربنا يسوع المسيح كيف انتشر كيف نزل بين الناس لحتى يرجع يقله أنه هو الرب وبلش عهد الخلاص بالعهد الجديد فرخي اليمام والحمام باتنان بيقول أنه طبيعة يسوع الإنسانية البشرية والطبيعة اللهوتية النسوت واللهوت طبيعة الإلهية والطبيعة البشرية وكمان أخوتي بكمل النص وكان رجل في أرشاليم اسمه سمعان وهذا رجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وقد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب فأتى بالروح إلى الهيكل وعندما دخل بالصبي يسوع بواه ليصنعا له حسب عادة النموس أخذه على زراعيه وبارك الله وقال الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك عنا عدة نقاط هيك بشكل سريع أخوتي قلنا نحن أنه كيف الرب يسوع حسب الشريعة عم يمشي مار يوسف والعدرة بس قصة مار سمعان أنا كمان عامل عنا فيديو بالتفاصيل حول حياتهم بتقدروا كمان تطلعوا اسمه من هو سمعان الشيخ هو بشكل مختصر كان من ضمن 72 اللي عم يفسروا العهد القديم لليونانية وهو كان من ضمنهم بيوصل حول كلمة العزراء تحبل وثلت ابنة ما بيستوعبها ما بيقبلها بقول أنا بتكتب لليونانيين هيك بيتحكوا علينا بيجي علي الملاك بيقوله كتوب مثل ما عاب تقرأ ومش رح تشوف الموت لأنك شككت إلى أن يصير هيدا الأمر حاصل تحتى تشوفه بعيونك ما رح تشوف الموت وطبعا قصته كتير حلوة فيكم كمان بتابعوها عندي مثل ما قلت لكم فبيحملوا بين إيدي وبيقول الآن تطلقوا عبدك يا رب ونحن كلنا فينا نقول هالكلمة قامتين بالوقت اللي منتناول فيه من حد جسد الرب بتمنا منصير حاملينه بقلبنا منقول الآن تطلقوا عبدك يا رب مثل ما سمعان الشيخ حمله عائدين إحنا اليوم حملناه بقلوب نحملناه بتمناه نحملناه بأحشاء نجوه وصف شفتوا كيف وبيقول خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نورا نورا أعلانا للأمم ومجل شعبك إسرائيل الرب يسوع هو النور للعالم لجميع الأمم وتحتى يتمجد إسرائيل فيك يعقوب والأصباط وشعب الله المختار إذن أخوتي نورا للأمم وللعالم مشان هيك نحن هون منضوء الشمعة بيوم اثنين شباط دخول الرب يسوع للهيكل لأنه هو النور هو اللي إجاء أنار الظلمة هو اللي إجاء اللي ماشيين بالظلمة وكان بالدياميس أيام زمان يضوء الشموع وفوتوا لعند الأموات وفي ناس كتير أموات كل من ما وصلوا نور المسيح وميت فكان يفوتوا كمان للأموات ويصرخوا بالدياميس تحت عند الأموات الرب أتى الرب حي كدوس الله كدوس القوي كدوس الحي الذي لا يموت كتير أمور رائعة جدا بها العيد أخوتي بتصير وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه وبركهم سمعان وقال لمريم أمه ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم أول شيء العلامة هي الصليب تاني شيء شو ضع لسقوط وقيام كثيرين لسقوط الأشرار سقوط الشر ولقيام الأبرار والقدسين وعلوه مجد كلمة الله هون تحت الأبرار ساعة تكون كلمتهم هي اللي عالية كلمة الله العالية دايما وبيسقط الأشرار وبيسقط الشيطان الشرير وبيعلى بس القدسين وأبناء ورجال الله كتير أمور رائعة جدا باللي قاله سمعان الشيخ وأنت أيضا يجوز في نفسك سيفا لتعلن أفكارا من قلوب كثيرة كلنا منعرف السيف بوقت الصليب شو بده يصير بأمنا مريم عادر أقولها تفسير كتير هاي بوقتها منقدر نحكيها وكانت نبي حنة بنت فنوئيل من سبط أشير وهي متقدمة في أيام كثيرة قد عاشت مع زوج سبع سنين بعد قريتها وهي أرملة نحو أربع وثمانين سنة لا تفارق الهيكل عابدة بأصوام وطلبات ليلا ونهار فهي في تلك الساعة وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين في داء في أرشليم بهيد اللحظة فكروا لحن جنت فلا تتحني بكل الهيكل بكل أرشليم سنتقل لهم ولد المخلص ولد المخلص شفنا الخلاص الخلاص بلش الخلاص سنقل له أجرانه عبي يمشي معنا يا أخوتي دخول المسيح إلى الهيكل بعمر الأربعين لما يفروض كلنا نطلع عليهم خلينا نقول شوي تفسير منه هو لقاء الرب مع شعبه اللي متمثل بسمعان الشيخ وحن النبي إنه لقاء بين العهدين القديم والجديد لقاء بين الهيكل الحجري والهيكل الروحي عبي تجدد كل شي وعبي تغير كل شي يا أنسان قلب الحجر صال قلب روحي هلأ نقدر نسميه عيد اللقاء عيد دخول السيد إلى الهيكل ولقاء العهدين مثل ما قلت لقاء الشريعة والنموس بالنعمة الشريعة والنموس تلاقوا بالنعمة اللي هي ربنا يسوع المسيح لقاء الرمز بالحق هن إذا كانوا رمز صار فيها حقيقة وصار في حق لقاء النبوآت بواضعها ومحققها النبوآت كلها اليوم تلاقيت باللي حطها واللي وضعها لها النبوآت هيدا اللي كانوا عبي يحبوا كلهم عنها إذن أخوتي الهدف من هيدا الاسم هو التركيز على المعنى الجوهر للعيد بالنبوآت عبتتحقق وحدة ورد تانية السماء عبتتصير كلها على الأرض السماء عبتتصير على الأرض الخالق يحمل الخالق يحمل من قبل المخلوق مخلوق اليوم عبي يحمل الخالق سمعان الشيخ اللي هو مخلوق عبي يحمل الله هيدا كتير كمان مهمة ليكون هو نفسه ذبيحة عن كل واحد مننا سمعان الشيخ أهوتي بمثل الأجيال اللي انتظرت الخلاص وحن النبي بتمثل أنه الساك والالتزام والصبر والنقاوي هيدا هي صورة الانبياء اللي جاهدوا دون كلل وملل مئات السنين حن وصلت للمية وحدة عشر سنة وعبتبرم عبتفرح وتصرخ ولد المسيح ولد الخلاص سأل الخلاص بين إيدينا سمعان الشيخ اللي عاش المئات السنين عاش أكتر الميتان سنة اليوم كان ما بيشوف كان أنجأ يشوف فجأة فتحت عيونه وشايف الخلاص الأعمى يبصر عيد دخول الرب يسوع إلى الهيكل ما تنسوا تدوّق الشمعة تاخدوا معكم الشمعة البيت اللي بتبرقكن هيدا الشمعة إلنا رمز لنور الرب يسوع وإن شاء الله كل عيد دخول ربنا يسوع إلى الهيكل وهو كمان الدخول في عالمنا البشري وانطلق الخلاص وبلش الخلاص اليوم ينعاد عليكم وبركة رب يسوع ربنا معكم أمين